في فضيلة العلم والتعليم والتعلم أولاً فضيلة العلم شواهد فضيلة العلم في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى من ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط في هذه الآية يبدأ الله عز وجل بنفسه ويثني بالملائكة ويثني بالملائكة ويثني بالت بأهل العلم وناهيك بهذا شرفاً وفضلاً وجلاءاً ونبلاً أنه قرنه بنفسه سبحانه وتعالى فقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فكلاهما اشتركا في الرفع المؤمنون أهل العلم ولكن اختلفوا في الدرجات فالمؤمن له درجة أما المؤمن العالم أو المتعلم الذي أتي العلم فهو في الدرجات العالية في الجنة وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم الذين يخشون الله عز وجل حقاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ولم يقول من يرد الله به الخير فإنما قال خيراً جعلها مطلقة فالخير العميم الواسع لمن يتعلم ويتفقى في الدين فيقول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وفي رواية العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا دينار وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر يقول الغزالي ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة ويقول صلى الله عليه وسلم يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض وفي رواية حتى الحوت في بطن الماء وحتى الطير في الهواء يستغفرون لمعلم الناس الخير يقول الغزالي وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له طبعاً لا منصب فوق ذلك يقول علي رضي الله عنه لكميل يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفق والعلم يزكو بالإنفاق انظر هذا المقارنة العظيمة بين العلم العلم يبقى معك أينما سرت بينما المال يأتي ويذهب أن العلم يحرسك أينما ذهب وأنت تحرس المال فكثيراً من الناس يظنون أنفسهم أنهم امتلكوا الدنيا بأموالهم ولكنهم تحولوا إلى خدام أمينين لأموالهم أما العالم يخدمه كل أحد فقال أيضاً رضي الله عنه العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلم لا يسدها إلا خلف منه يعني عالم يحل مكانه وقال نظماً ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حياً به أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء فقال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه تذاكر ليلة يعني أجلس أذاكر في أخواني تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أن أجلس ساعات في الليل أذاكر العلم مع إخواني أحب إلي من أن أصلي طول الليل فقال أبو الأسود الدؤل رحمه الله ليس شيء أعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك وسئل ابن المبارك من الناس قال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهاد قيل فمن السفلة قال الذين يأكلون الدنيا بالدين الذين يأكلون الدنيا بالدين وقال الأحنف رحمه الله كل عز لم يوطد بعلم كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره وقال أحدهم عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان لك مالا وإن استغنيت كان لك جمالا ما شاء الله عبارات تكتب بالذهب وقال الحسن يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء يعني مداد حبر الذي يكتبون فيه أغلى من دم الشهداء هذا كله في فضيلة العلم فضيلة التعلم أيضا في ذلك الكثير من النصوص القرآنية والنبوية ومن كلام السلف من ذلك نبدأ بالآيات القرآنية يقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فالله عز وجل أمر أن يكون من كل فرقة من المسلمين جماعة متخصصة في العلم وقال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة فهو أنت تسير في طلب العلم والله عز وجل يفتح لك في نفس الوقت طريقا معبدا ميسرا إلى الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع الملائكة بعظمتها وجلالها تخفض أجنحتها وتتواضع إعزازا وإكراما لطلاب العلم فيقول عمر رضي الله عنه موت ألف عابد موت ألف عابد قائم بالليل صائم بالنهار أهوا من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة لأن أتعلم مسألة أحب إلي من أن أقوم الليل كاملا في الصلاة فقال أيضا رضي الله عنه كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك فأين نحن من هؤلاء وقال أيضا من رأى أن الغدوة أن تذهب صباحا إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله فقال الشافعي رضي الله عنه طلب العلم أفضل من النافلة فقال ابن عبد الحكم رحمه الله وهو من تلامذة مالك كنت عند مالك أقرأ عليه العلم فدخل الظهر فجمعت الكتب لأصلي صلي النافلة فقال يا هذا ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا صحت النية يعني أنت قائمة صلي النافلة هل أنت فيه الآن دراستك للعلم أفضل من صلاة النافلة إذا كان هناك صدق في النية هذا فضيلة التعليم يقول الله تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وفي قراءة ليبينُنَّهُ لِلْنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ يعني مكتوبة هنا في الإخوة كتبونا يبينُنَّهُ هذه قراءة إخوانا المغاربة قراءتنا في حفص لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وهو إجاب للتعليم يعني يجب الله عز وجل أخذ العهد على كل من أوتي الكتاب في السابق إبن نحن أوتينا الكتاب الخاتم القرآن أخذ علينا عهد وميثاق وأوجب علينا أن نبين أحكام الله للناس ولا نكتمها عنهم هذا إجاب للتعليم وقال أيضا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ في هذه الآية تحريم لكتمان العلم وقال أيضا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها وهذا فضيلة نشر العلم وهداية الناس ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهب العلماء فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى إذا لم يبقى إلا رؤساء جهالا إن سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون وقال صلى الله عليه وسلم من علم علما فكتمه من علم علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة برجام من نار فهذا دليل على تحريم كتم العلم عن الناس وقال صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير فما بالق بهذه المرتبة العظيمة حيث أن الله والملائكة وأهل السماء وأهل الأرض حتى السمك وحتى كلهم يصلون على معلم الناس الخير الصلاة بالدعاء له بالتوفير فقال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله عز وجل به من العلم به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير فكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله عز وجل به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العلم النبوي المستمد من القرآن الكريم ومن الوحي الشريف بمثابة الغيم الذي يمطر هذا المطر هو العلم الناس ومدى قابلياتهم للعلم مثل الأرض من الناس ما تجده يأخذ هذا العلم فينتفع به شبهه ببقعة قبلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير أخذ العلم وانتفع به وظهر علمه للناس وكان منها بقعة أمسكت الماء بعض المناطق صلبة تمسك الماء وتجمعه وتصبح نبعة أو بركة يستفيد منها الناس يعني تصبح وعاءة للعلم والثالثة أرض منشقخة يأتي الماء من هنا ويخرج من هنا لا تستفيد منه فالأول ذكره مثلا للمتفع بعلمه والثاني ذكره للنافع للعالم والثالث للمحروم منهما فقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها علم ينتفع به وقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين لا يجوز الحسد إلا في حالتين رجل آتاه الله عز وجل حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ورجل آتاه الله مالا فسلكه على هلكته في الخير فالعلم كما يقول الغزالي رحمه الله حياة القلوب من العما ونور الأبصال من الظلم وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلا والتفكر فيه يعدل أو يعدل بالصيام وممارسته بالقيام به يطاع الله عز وجل وبه يعبد وبه يوحد وبه يمجد وبه يتورع وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام وهو إمام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء ويقول أيضا فتعليم العلم من وجه عبادة لله عز وجل ومن وجه خلافة لله عز وجل وهو من أجل خلافة الله فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذي هو أخص صفاته صفات الله العلم فهو كالخازن لأنفس خزائره ثم هو مأذون له في الإنفاق منه على كل محتاج إليه فأي رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وتعالى وبين خلقه في تقريبهم إلى الله زلفا وسياقتهم إلى جنة المأوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر